وينضم معنا أستاذ القانون الإنساني الدكتور معز خليفة مدير الإدارة القانونية في المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر أهلا بك دكتور مرحبا أختي الكريمة دكتور نتحدث عن الملف اليمني طبعا والهدنة القائمة الآن يعني اختراق الهدنة من قبل الانقلابيين كيف يصنف في ميزان القانون الإنساني الدولي بداية شكرا لك أختي الكريمة على هذه الاستضافة تتناول واحد من الموضوعات أو الملفات الساخنة في المنطقة العربية والأزمة اليمنية تعتبر نموذج لهذه الأزمات سمعتنا في تقاريركم المقدمة وأن هناك هدنة إنسانية ولكن عندما ننظر واقعيا على مستوى على الميدان أين هي آثار هذه الهدنة هناك 69 حالة من الخروقات وقعت في تاز وبالمقابل حوالي 43 هدنة وقعت في بعض المناطق الأخرى عاملين أكثر من 100 خرق أعتقد أو يجوز القول أن هذه الهدنة للأسف الشديد ولدت وهي ميتة لا توجد يعني مسبقا إرادة حقيقية وفاعلة من طرف الحوثيين أو الميليشيات الحوثية على الانتزاء بهذه الهدنة كان بالإمكان وأن تكون لهذه الهدنة هناك شروط تضع لهذه الهدنة حتى يلتزم الميليشيات الحوثية بهذه الهدنة للأسف الشديد عند هذه الخروقات التي وقعتها هي خروقات جاسيمة وهي تقتل هذه الهدنة الإنسانية التي جاءت لأغراض إنسانية أعتيك أكثر وأن هذه الهدنة التي جاءت لأغراض إنسانية في ميزان القانون الدولي الإنساني القانون الدولي الإنساني وأن أجازة أو الحق في الحصول على المساعدة الإنسانية ضمن القانون الدولي الإنساني الحق في الحصول على المساعدة الإنسانية إذن هناك احترام من قوات التحالف العربي والتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني ولكن بالمقابل على هذه الميليشيات أن تحترم بنود القانون الدولي الإنساني واتفاقيات القانون الدولي الإنساني لكن للأسف الشديد مرة أخرى هذه الميليشيات المسلحة تضرب بالقوانين الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني عرض الحائط ولا تلتزم بأي نداء واسمحي لي فتا سيدة الفاضلة هناك أنا شخصيا أوجه اللوم إلى المؤسسات الدولية إلى المجتمع الدولي المجتمع الدولي بأسره وعندما نتحدث عن المجتمع الدولي نتحدث عن الأمم المتحدة نتحدث عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نتحدث عن مجلس الأمن مجلس الأمن باعتباره اليوم هو أحد أهم الآليات التنفيذية للقانون الدولي الإنساني ومجلس الأمن هناك صلاحيات معطاة له بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة وأستطيع أن أفصل لك ذلك المادة الرابعة والعشرون من ميثاق منظمة الأمم المتحدة جاء المجتمع الدولي في نهاية الحرب العالمية الثانية وفوض لمجلس الأمن هذه الصلاحيات أن يضمن حفظ الأمن والسلم الدوليين وهذا مسؤولية كبيرة على مجلس الأمن اليوم مجلس الأمن للأسف الشديد من الناحية القانونية لم يقم بواجبه لا في اليمن ولا في الأزمات الأخرى رغم أنه يملك صلاحيات كبيرة وصلاحيات واسعة هذا واجب قانوني محمول على مجلس الأمن للأسف الشديد لم يقم بالدور المنوت إليه بموجب ميثاق منظمة الأمم المتحدة نعم دكتور ذكرت أن الهدنة ولدت ميتة نعم طيب يعني إذن متى سيتم احترام القانون الدولي ومتى سيكون هناك رادع لهؤلاء الأشخاص شكرا لك المشكلة اليوم هو في آليات التنفيذ في الآليات الدولية للأسف المجتمع الدولي تنصل من هذه المسؤوليات مثل ما قلت لكي كان من المفروض أو كان على المجلس الأمن أن يقوم بهذا الدور وهو دور موكون لمجلس الأمن يعني هو بالأساس نعم عليه أن يتدخل تدخل مباشر ويضع حد للوضع المأساوي في اليمن إذن لماذا التقاعص؟ هذا التقاعص للأسف هو في سلوك مجلس من مجلس الأمن وبعض المؤسسات الدولية الأخرى نعم وللأسف هناك مصالح سياسية أو بعض الأهواء السياسية غلبت على المصالح القانونية أو على القانون الدولي عندما تتدخل السياسة في القانون فهي تقتل القانون للأسف هذا يعني ما صدر اليوم واسمحي لي أختي الفاضلة ميثاق منظمة الأمم المتحدة في مطلع الميثاق في الدباجة على ماذا نص الدباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدة؟ قالت أعتيك حرفيا نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي جلبت على الإنساني أحزان يعجز عنها الوصف هذا نداء قانوني والتزام قانوني والتزام أخلاقي على منظمة الأمم المتحدة السؤال يطرح اليوم هناك أزمة إنسانية حادة في اليمن للأسف هذه الأزمة هي من صنع من؟ هي من صنع الحوثيين كان هذا بقوة القانون مجلس الأمن أن يتدخل ويضح حد لهذه السلوكيات الحوثية وغير الحوثية هناك التزام كبير من جانب قوات التحالف العربي وهي مشكورة في هذا الجانب بالأساس وهناك مبدأ مهم هذه الهدن الإنسانية تعادل مبدأ مهم من مبادئ القانون الدولي العام هذا المبدأ ما مفاده في القانون الدولي الإنساني؟ مبدأ الضرورة العسكرية معنى ذلك وأن الضرورة الحربية تتوقف أمام الاعتبارات الإنسانية هذه اليوم الهدن الإنسانية تساوي أو تعادل هذا المبدأ المهم ولكن بالمقابل الميليشيات الحوثية لم تلتزم بالقانون الدولي الإنساني كان بالممكن أن يتدخل مجلس الأمن تدخل صارم صحيح هناك قرارة 22-16 صادر مجلس الأمن وقوات التحالف العربي تطبق نيابة عن المجتمع الدولي هذا القرار ولكن لا يكفي ذلك هل نحن نتحدث عن قرارات نظرية فقط؟ بالتأكيد هي قرارات نظرية تخلو من الجانب العالم العملي الجانب التنفيذي إذن ماذا بالمدنيين هنا؟ نعم المدنيون هم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وعندما نتحدث عن الحماية القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني كل اتفاقيات القانون الدولي الإنساني وكل المواد القانونية للتذكير هي مواد آمرة قواعد قانونية آمرة هناك قاعدة من هذه القواعد اليوم في الهدنة تم خرقها من قبل الميليشيات الحوثية ولكن أين التطبيق دكتور؟ هذا المشكلة التطبيق في الواقع لأنه مثلما قلت تغلب الأهواء السياسية على الجوانب القرونية هناك مصلحة للأسف تدار في اليمن أعتقد شخصيا وأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ظالعة في هذه المؤامرة إذن لماذا الهدنة؟ أنا أعتيكي بعض الأمثلة مجلس الأمن تدخل في العراق في تسعينيات القرن الماضي القرار الذي سدر في 5 أبريل 1991 يحمل عدد رقم 688 ألزم العراق القرار الذي أصدره المجلس الأمن يهم الصومال في إطار الفصل السابع قرار صادر المجلس الأمن كذلك يهم نيجيريا أوتيكي بعض الأمثلة الحية القرار الذي أصدره مجلس الأمن رقم 1970 وكذلك القرار عدد 1973 الذين يهمان الأزمة في ليبي تدخل المجلس الأمن وعن طريق قوات التحالف الدولي عن طريق حلف الناتو ووضع حدل المشكلة في ليبي في مجلس الأمن عن طريق حلف نتو تدخل وفوض هناك صلاحية معتاة لحلف نتو كان بالإمكان على مجلس الأمن أن يتدخل في الأزمة اليمنية ويساند قوات التحالف والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ولكن للأسف اليوم ما نلاحظه هناك تنديدات وهذه التنديدات يعني كم من مرة يندد مجلس الأمن والأمم المتحدة ولكن المشكلة على مستوى التقبيق للأسف القانون الدولي العام أراه أنه اليوم أصبح في مزبالة التاريخ لا يوجد التزام بمبادئ القانون الدولي العام كان بالإمكان وأن على المنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن يدعموا قوات التحالف العربي وتكون هناك شروط قوية تلزم الحوثيين بداية بالاستجابة إلى هذه الشروط أو إلى مطالب الهدنة حتى يستطيع المدنيون أن تصل إليهم المساعدات الإنسانية نعم يعني أنتم تتهمون مجلس الأمن ولكن هل هناك شيء عملي ربما تستطيعون القيام به لإلزام مجلس الأمن على اتخاذ قراراته بشكل عملي أيضا؟ بالتأكيد اليوم لأن الحرب في اليمن التي تخوضها قوات التحالف العربي هي حرب مشروعة في ميزان القانون الدولي لأن هناك مستند قانوني واضح وتقوم به قوات التحالف العربي ما يلزم اليوم هو أن تكون هناك الضغط دولي من طرف كل المنظمات الدولية منظمات المجتمع المدني خاصة على الأمم المتحدة على مجلس الأمن بأن يتدخل تدخل مباشر ويذا حدل هذه السلوكيات الحوثية التي للأسف الشديد ضربت بالقوانين الدولية عرض الحائط ولم تلتزم بها هناك أيضا على المنظمات الدولية الإقليمية أن تقوم بدورها الفاعل كان من الممكن تمنيت كم من مرة أن تتدخل جامعة الدول العربية وأن تكون طرف في هذا النزاع وأن تحاول قدر المستطاع عن إيجاد حلول لهذه الأزمة الخانقة التي تعصف باليمن وسببها مرة أخرى هم الميليشيات الحوثية الذين الضيقوا على المدنيين ما لم يرواه من قبل كذلك هناك معطى آخر مهم المبعوث الأممي إلى اليمن كان بالإمكان وهو يرصد ذلك أن يرفع تقارير وهذه التقارير تكون تقارير موضوعية وحاسمة في نفس الوقت وأن يسجل في تقارير وإلا فشلة إن لم يفعل هذا الواجب المحمول عليه المبعوث الأممي وإلا يكون قد مهمته قد فشلت في اليمن نعم إذن دكتور معز خليفة مدير الإدارة القانونية في المنظمة العربية وهي الأحمر والصليب الأحمر أشكرك لوجودك معنا شكرا لك